يقول ابن عباس في أثر له يقول يأتي الناس يوم القيامة في المحشر فإذا بعجوز شمطاء زرقاء بادية أنيابها امرأة عجوز قبيحة الناس ينظرون إليها ويفرون منها ويتريدهم وهم يبتعدون عنها ويقولون لها إليك عني إليك عني ابتعدي عنها يقول ابن عباس فإذا بها تقول لهم أنا الدنيا التي كنتم علي تتقاتلون شفت الدنيا شون قبيحة هذه حقيقتها الدنيا في حقيقتها الله جعل ما عليها زينة لها لأنها ليست مزينة أصلا جعل ما عليها زينة المال والبنون تزين الدنيا وإلا الدنيا في الحقيقة لا شيء يا أيها الناس إن وعد الله حق إن وعد الله حق فلا تغرنكم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور من أجل الدنيا تدريش تباو الناس من أجل هذه الدنيا والحياة الفانية قتل الأخ أخاه من أجل هذه الدنيا الحقيرة قطع الإبن أمه وعق والديه من أجل هذه الدنيا الحقيرة ترك بعض الناس أولاده ورماهم من أجل أموال من أجل هذه الدنيا كم هجر الأخ أخاه وكم فسد الناس وكم باعوا دينهم ولا تمدن عينيك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه شفت الزرع لم يبدأ بالربيع أول ما ينزل المطر تبدأ النباتات صح ولا لا فتشوف الدنيا تصبح خضرة ما شاء الله ما أجمل الخضرة هذه فجأة بعد شهر شهرين آخر الشتاء بدأت تصفر فيضيق صدر الناس ما شاء الله كانت الأرض الزينة جميلة خضرة بالمطر بدأت صارت صفرة وبعد شوي صارت يابسة وتحطمت وجاءت الريح فأطارتها ورجعت الأرض ميتة مرة أخرى شفت هذا الانتقال أرض ميتة خضرة صفرة صارت حطامة ترى هذه الدنيا بس اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب لعبوا وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد شوف الناس حولك يا أما زواج أولاد يبوني تكاثر فيهم أو أموال تفخر فيها وتكاثر في الأموال والأولاد شوف المثل كمثل غيث أعجب الكفار نباته مطر ينزل يصير نبات الزراع يستانسون فيه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ترى هذه الدنيا اللي الأمم اليوم قاعدة تقاتل عليها هذه الدنيا حقيقتها اللي الناس هجرت الصلاة من أجلها هذه الدنيا اللي بعض الناس حتى القرآن ما يفتحه من أجلها هذه الدنيا التي من أجلها تقاطع الناس وتقاتل الناس وسفكت الدماء ونهبت الأموال وفسدت الأرض من أجل دنيا فانية وزائلة غر الناس بربهم وتركوا شريعة ربهم